أجرى وزير الخارجية سمح شكري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف بشأن تطورات الوضع في السودان شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول تطورات الأزمة حيث اتفقى بشأن ضرورة العمل على التواصل لاتفاق الوقف في إطلاق النار على وجه السرعة وشدد شكري على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لإحتواء الأزمة مشيراً إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً وانتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يعيق جهود الحل السنمية